فيها كرة قدم كمان فيها تاكتك النهاردة كمان فرصة بالنسبة لنا ان نتفرج على كيروش يعني منتخب المصر النهاردة من ضمن برضو الحاجات اللي الناس بتفكر فيها هو كاروس كيروش لا عدمين خليني قبل ما اجي الكيروش دلوقتي هجيلك في كيروش وكرة كيروش عموما وفي مطش النهاردة بس انا عايز اسألك سؤال متعلق بالبطولة يعني اذا سألنا مثلا اغلب الناس هيقولك انه الاولوية بالنسبة لمنتخب مصر عندي اهم حاجة في الدنيا عندي توصلني كاس عام تاني حاجة بالنسبة لي بطولة امم افريقيا يعني مش هطلب منك اللقب يا سلام لو جبت اللقب بس لو ما جبتوش ما تطلعنيش بدري بدري وتالت حاجة في الاولوية هي كاس العرب فبطولة دي مش الاهم بالنسبة للجمهور عايزين انك سبع وعايزين نروح لبعيد لكن السؤال هنا وانت طبعا نجم كبير ولعيب يعني صاحب مشوار طويل في الملعب تقدر تقيس نفسية العيد البطولة دي تأثر معنويا على الاتنين اللي جايين لا لا يعني لو رحت لبعيد وكسبت اللقب تفرق معاك معنويا ونفسيا في امم افريقيا وفي تصفيات كاس العالم والعكس الصحيح لو خرجت بدري بدري دعت مثلا دور التمانية وودعت البطولة تهز سقتك أو تقلل على مستوى سقتك بنفسك على تركيزك على حضورك في امم افريقيا وفي كاس العالم بص طول ما فيه فواصل فواصل في كرة القدم طول ما الايجابيات وطول ما السلبيات ممكن متأثرش عليك قوي لكن الايجابيات تأثر بمعنى النهاردة منتخب مصر هيلعب البطولة لو خرج من البطولة هترجع تلعب دوري عام تاني تمام فبتالي اللعيب هتخش في نفسها مختلفة تاني بلك نتائجهم في الماتشات الماتشات اللي مع فرقهم هتقيس عليها معنوية اللعيب فيما بعد لو في معسكر لمنتخب مصر تاني لو في جابية الموضوع مختلفة هتروح منتخب مصر رايح لاني خد بالك انت اللعيبة برضو النهاردة ممكن ما يكونش بتلعب فول تيم يعني النهاردة ممكن يعني فيه لعيبة نقصة عندك صراح مش موجود اني مش موجود تريزيجي لسه يعني فيه مصطفى محمد اللعيبة المحترفة مرموش مش موجود ففيه لعيبة النهاردة مش موجودة تمام فما اعتقدش ان ده يأثر سلبا لان انت بتتكلم في خمس عناصر اساسية بالنسبة لمنتخب مصر حجازي مش موجود كم فخمس عناصر اساسية حجازي مع المنتخب اه 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 يعني مع المنتخب الماتشاد دي لكن فبكلمك في اللعيبة المحترفة فيه خمس عناصر اساسيين بشكل كبير ليهم تواجد وممكن يده المنتخب دفعة كبيرة جدا تمام مش موجودين مع المنتخب النهاردة فما اعتقدش ان سلبا ممكن تأثر لكن اسما هتأثر عليك يعني هيتقال ان منتخب مصر دخل بطولة كاس العرب ما احترامنا لكل المنتخبات وبرضو فيه منتخبات كتير جدا بتلعب بالسكن ما بتلعبش بالفرق الاساسية فتها تبقى مقياس برضو ما بينك وما بينهم ان انت برضو نفس الموضوع انت برضو ما بتلعبش الفرق الاساسية وما برضو نفس الموضوع فانت النهاردة الاحتكاك على المستوى المحلي هم افضل منك ده معناه ان هم اللي جاي هيبقوا كواسين او انت اللي جاي تبقى افضل منهم دي المقاييس اللي انت بتسعليها باختلاف كمان أن أنت النهاردة الفرق اللي دخل في البطولة دي ككاس العرب وكفرق إفريقية لا فرق كبيرة يعني المغرب النهاردة بتقدم مستوى رائع جدا جدا الجزائر بتقدم مستوى كبير تونس بتقدم مستوى معقول مش هنقول الكبير قوي بس مستوى معقول فأنت النهاردة برضو انت برضو بتقيس الفرق اللي زيك اللي بتلعب برضو اللي ما بتلعبش برضو full team اللي عندها ناقص بتقيس المنتخبات بتاعتها اللي جاي بالنسبة لها هيبقى عامل ازاي؟ هل هيبقى كويس؟ هل هيبقى قليل؟ الفرق الساكن بتاعتها دي فرق عندها استعداد هي تغزي الفرقة الكبيرة او تغزي المنتخب الاساسي بلعيبة على مستوى عالي فانت النهاردة بتقيس بالحطة دي هل منتخب مصر قدام احتكاك زي الجزائر الفرقة بالنسبة لك انت المفروض ان انت زيك زي لعيبة المحترفة بتاعته مش موجودين او يعني اللعيبة الاقوئة بالنسبة لها مش موجودين بالزبط مش موجودين وانت كذلك فانت النهاردة هتقيس بينك وبينها المستوى هيبقى مش عامل ازاي؟ اضافة زي ما انت قلت كده انت عندك منتخب مصر عنده مباراة فاصلة يعني مباراة رايح جاي يعني هما وي بعد كده تتحدد معامل لصعود كاس العالم تبقى مباراة مهمة جدا النهاردة برضو هل ممكن لو لعبنا فرقة زي الجزائر احنا لسه برضو عندنا حتة ان احنا هندخل الانين وعندنا التوتر وعندنا العصبية وهل ممكن ازاي المدير الفني هتعامل معك روش في الحتة دي انك انت لو جالك لقدر لك جزائر ولا تونس هتشتغل ازاي تمام هتشتغل بقاني شكلة بقاني طريقة ودي حاجة برضو مفترض انه كابتن ديا وكابتن شوقي وكابتن حضر يقربوها للرجل لانه الرجل ممكن يبقى مش فاهم يعني هو بالنسبة له في النهاردة بس هيفا من النهاردة بس طبيعة المواجهات مع شمال افريقيا ليها اعتبارات كتيرة جدا غير الفنيات انا معاك في الحتة دي